السلام عليكم ورحمة الله اهلا بحضراتكم معايا في قناتي اكلنا بالمصر ان شاء الله النهاردة هعمل طاجن الخضار المشكل بصدور الفراخ او بمكعبات الفراخ مناسب جدا للعظمات والفطار رمضان كمان نقدر نعمله كوجب غدا سريعة لانه سهل في التحضير ومكوناته بسيطة بيتقدم مع الرز الابيض ومن الاكلات الموفرة لانه نقدر نعمله بكمية بسيطة من صدور الفراخ هنقول بسم الله ويلا بينا نشوف المقادير مع بعض اه معايا نص كيلو من صدور الفراخ مقطعاهم مكعبات ومحضرة كيلو من البطاطس غسلته قطعته مكعبات ويه بحتاج بصلتين بحجم كبير بقطعهم شرائح رفيع اه كمان بحتاج مص كيلو من البسلة والبسلة دي انا كنت مفرزها اه كمان محضرة جزرة بحجم متوسط بقطعها شرائح وقطعتين من الفراخ الف القرومي ومعاي حوالي 6 فصوص من التوم اه ممكن ان احنا نستخدم ربع كيلو بس من صدور الفراخ اه بحط حوالي فنجان من الزيت وعليه معلقة سمن او زبدة واول السمن والزيت ما يسخن هبتدي ان انا انزل عليهم صدور الفراخ اه بعد ما غسلتها وصفتها كويس من الميا اه اول ما بتنزل في السمن والزيت اه انا طبعا مش هقلبها وهسيبها لحد ما تنزل الميا بتاعتها وتبتدي الميا تنشف اه بعد كده هبتدي ان انا اقلبها في السمن علشان اشوحها والخطوة دي مهمة علشان الفراخ لو انا استخدمتها وهي ناية مع الخضار على طول اه الطعم في الاخر بيبقى مش كويس اه مش بيديني نتيجة حلوة اه لكن لما بشوحها وتاخد اللون الدهبي ده اللي حضراتكم شايفينه اه النتيجة بتكون ممتازة بعد كده اه هي كده خلاص اتشوحت زي ما انا عايزة هبتدي ان انا اضيف لها معلقة صغيرة من الفلفل الاسود ونص معلقة صغيرة من البهارات ونقدر نستعمل اي نوع بهارات يعني لو بهارات فراخ او السبع بهارات اه حتى لو عندي اه خلطة بهارات لحمة برضو هتديني اه طعم كويس هقلبهم مع بعض لحد البهارات رحتها ما تطلع اه بعد كده هضيف البصل وهقلبهم مع بعض لحد البصل كمان ما يتشوح مع الفراخ وياخد من طعم البهارات والفلفل الاسود اه اول البصل اه ما يتبل هضيف بعد كده التوم والكمال اللي انا استعملتها حوالي 5 او 6 فصوص هقطعهم شرايح رفيعة اه نقدر نستخدم التوم المفروم يعني مقدار معلقة صغيرة من التوم اه بعد ما هشوح التوم اه دقيقة او دقيقتين طبعا ريحته هتطلع على طول اه هبتدي بعد كده اضيف كمية البطاطس اه البطاطس طبعا مخصولة ومتصفية من المية بتاعتها كويس اه هضيف بعدها البسلة اه البسلة انا مستعملها متفرزة اه ضروري واحنا بنستعملها نطلحها من الفريزر على التسوية على طول يعني ما سبهاش تفك برا اه هقلب الخضار كله مع بعض وهحاول لانا اقلب من تحت الفوق علشان شرايح البصل ومكعبات الفراخ اه تتوزع كويس قوي مع الخضار اه انا مستعملة جزرة واحدة بحجم صغير وقطعتين من الفلفل الرومي اه طبعا الكميات دي احنا نقدر نضعفها لو حبينا وهقلب المكونات كلها مع بعض كده مش فاضل غير الملح اه طبعا الفلفل والبهارات احنا ضفناهم في البداية هحط مقدار الملح المزبوط وهكون مجهزة مية سخنة اه هضفها للخضار يعني المية تكون اقل من الخضار بحاجة بسيطة اه انا ممكن ان انا اكمل تسوية الخضار على البتجاز بعد كده هدخله اه تحت الشواية دقيقتين تلاتة لحد الوش ما يتحمر اه لكن انا بفضل دايما ان انا احطه في التاجن طبعا هو كده لسه ما استواش يا دوبك بس اخد تسوية بسيطة من التقليب وان انا شوحته في الاول اه هفرغ الخضار كله في التاجن والطريقة دي بتكون طعمها اه افضل بكتير ولو ما عندناش تواجن نقدر نستعمل استواني العادية او البايريكس اه انا خلاص اه حطيت الخضار هسويه في التاجن وهغطيه وهدخله فرن البتجاز سابق التسخين اه بحطه في البداية على الصاجة اللي تحت اه كده الخضار بيغلي على طول والتسوية بتاعته بتكون اسرع اه لو حطيته على الرفل في النص من الاول بياخد وقت شوية في التسوية اه بعد كده بعد ما يستوي هرفعه على الشبكة وهسيبه دقيقتين تلاتة لحد ما الوش يتحمر بالشكل ده وكده الطاجن بيكون جاهز للاكل رحته بصراحة هيلة جدا كمان طعمه ممتاز اه المكونات زي ما حضراتكم شفته اه مش كتير كمان اه كمية الفراغ نقدر ان احنا نستعمل الكمية اللي نفضلها اه انا بقدمه مع الرز الابيض اه بيكون مناسب جدا اه لكن لو حبينا نعمل اي نوع تاني من الرز مفيش مشكلة اه زي ما حضراتكم شايفين التسوية كمان مضبوطة جدا مش بياخد وقت كتير كمان في الفرن يعني البطاطس استوت والفراغ كمان اخدت تشويحة في الاول بعد كده عملت اه وش تحت الشواية ومتبلة كويس قوي فطعمها هايل جدا اه الطريقة سهلة جدا وبسيطة زي ما حضراتكم شفته اه واجبة سهلة جدا لفطار رمضان او للغدا اه نقدر نعملها بكل سهولة لو عجبتكم وصفة النهاردة ما تنسوش لايك واشتراك في القناة وشير علشان الكل يستفيد والسلام عليكم